مجاز لهم الأخبار مع هلا شكرا شازلي الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بما حققته شركة أباتشي الأمريكية للبترول والغاز الطبيعي من نجاحات في مصر على مدار العقود الثلاثة الماضية وخلال اجتماعه مع الرئيس التنفيذي للشركة بحضور وزير البترول والثروة المعدنية ثمن الرئيس السيسي خطط الشركة لتوسيع أعمالها في مصر مؤكدا حرص الدولة على تعزيز وزيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة ارتباطا باحتياجات البلاد المتزايدة في هذا الصدد يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم جلسات لمناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية هذا وقد توجه الحوار الوطني بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على الاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن 79 من المحبوسين وسمنا الحوار الوطني حرص الرئيس السيسي على معالجة إشكالية الحبس الاحتياطي وإحالة الملف للقائمين على الحوار الوطني كما وجهت تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بملف المحبوسين وحرصه على مستقبل الشباب وتأكيده الدائم على أهمية الحوار أدانت مصر تعرض قافلة إغاثة تابعة لوكالة الأنروام متجهة لقطاع غزة لإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية وأوضحت وزارة الخارجية أن هذا الحادث يعد فصلا جديدا من فصول الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للقانون الدولي الإنساني موضحة أن استهداف المساعدات الإنسانية وإعاقة دخولها إلى القطاع هو إمعان في مفاقمة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عضوانها على مناطق متفرقة في قطاع غزة شملت خان يونس ومخيم جباليا وذير البلح ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين هذا وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بارتفاع حصيلة قصف الاحتلال المكثف على المناطق الشرقية من خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 77 شهيدا فيما لا يزال أكثر من 30 آخرين تحت الأنقاض وأصيب نحو 200 آخرين وتزامن العضوان الإسرائيلي الواسع على شرق خان يونس مع نزوح قصري لعشرات الآلاف من الفلسطينيين واستأوضاع إنسانية وطبية كارثية بفعل غارات الاحتلال المكثفة والعنيفة صدقت الهيئة العامة للكنسة الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا منظمة إرهابية وكان الكنسة قد صدق بقراءة تمهيدية نهاية مايو الماضي على مشروع القانون الذي يلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة للوكالة وبعد إقرار القانون في قراءته الأولى لا يزال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة في جلسة واحدة لصالح مشروع القانون ليصبح نافذا وذلك ضمن الهجوم الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الوكالة الأممية في محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمواصلة العمل على إنهاء الحرب في غزة خلال الأشهر الأخيرة من ولايته بعد تراجعه عن السعي لولاية ثانية وقال بايدن إنه سيعمل بشكل وثيق للغاية مع الإسرائيليين والفلسطينيين لمحاولة التوصل إلى طريقة لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق السلام في الشرق الأوسط وإعادة كل المحتجزين إلى وطنهم أعلنت اليابان أنها تتخذ ترتيبات لفرد أولى عقوبتها لتجميد أصول مستوطنين إسرائيليين بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وكانت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا قد فردت عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين ردا على تصاعد العنف في الضفة الغربية خلال العدوان الإسرائيلي على غزة دعا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان العمامرة طرفي الأزمة للانخراط بجدية في جهود السلام وأوضح العمامرة أن المناقشات التي عقدها في جينيف بشكل منفصل مع وفدي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع كانت خطوة أولية مشجعة في إطار عملية طويلة ومعقدة انتهى مجزو الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير مصر بعد الفاصل